أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبابي الذين آمنوا فيه الصلاة وينفقوا مما وثقناه وينفقوا مما وثقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات مسقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأمهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغنوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آبنا واجنبني وبني أن نعبد الأصلاف رب إنهم أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنهم مني ومن عصاري فإنك غفور وحيد ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي ويردي زبع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس تهوي إليهم وارلقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نغلب وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء العبد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسيء دعاء رب تعلي مخيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إِنَّ مَا يُأَجِرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارَ موطعين مقنع رؤوسهم لا يغتد إليهم طرفهم وأفكدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب يجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقصركم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكب الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا لهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرا وعند الله مكروم وإن كان مكروم لتزولهم الجبار فلا تحسب أن الله مخلف وعليه رسلا إن الله عزيز ذو تقار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرسول الله الواحد القهار وترى المكرمين يومهم مقرونين في الأسفاد سرابيلهم من قطران سرابيل من قطران وترشى وجوبهم ناع يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا فلاه للناس هذا فلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكرهم الألباب خدق الله عظيم